اذكروا نعمي الكثير الدينية والدنيوية التي انعمت عليكم بها وتذكروا اني فضلتكم على اهل زمانكم بالنبوة والملك والكتب السماوية المنزلة عليكم لان بني اسرائيل مديون كان التذكير بالنعمة وليس المنعم والتذكير ده ما كانش مرة واحدة في سورة البقرة ده كان ثلاث مرات زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا ثلاث ايات فيهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتها التي انعمت عليكم الاية رقم 40 والاية رقم 47 والاية رقم 122 اعاد الكرآن الكريم التذكير بالنعم وذلك للتأكيد وحث بني اسرائيل على اتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الاسلام يا ترى من المقصود بيا بني اسرائيل هل المقصود بذلك ابناء بني اسرائيل المعاصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي كانوا موجودين في المدينة ولا المقصود بذلك اباءهم واسلافهم بكل تأكيد المقصود بذلك اباء بني اسرائيل واسلافهم وان كان المقصود بالتذكير هم اباء بني اسرائيل لكن ابناء بني اسرائيل مستفيدين لان شرف الاصل يمتد الى الفروع وتفضيل السابق يفرح به اللاحق كانك بتقوله انت ابن اصول اذكروا نعمتها التي انعمت عليكم نعمتها جاءت مفردة ولكن المقصود بها الجم زي في قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تخصوها من هذه النعم جعل منهم الانبياء والملوك وانزل عليهم الكتب المنزلة مثل الطورا والانجيل ونجاهم من عدوهم فرعون وجنوده واغرق عدوهم فرعون وجنوده ومن رحمته امهلهم ولم يعجل لهم العقوبة مثل قوم عاد وثمود وانزل عليهم المن والسلوى والعديد من النعم التي لا تحصى ولا تعد واني فضلتكم على العالمين يعني تفضيل الفضل هو الزيادة وبيكون محدد في وجه وليس في جميع وجوه هتقول لنا عايز دليل هقول لك بسيطة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان من الامم السابقة وكان بكل تأكيد افضل من انبياء بني اسرائيل جميعا ثم جاء من بعدهم افضل الخلق على الاطلاق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي الحقيقة احنا عندنا عيب بنركن للماضي ونفتخر به لكن في الحقيقة ما بنعملش حاجة ليس الفتى من قال داك ابي ولكن الفتى من قال ها انا دا الذكر باللسان مهم لكن الاهم الايمان بالقلب واليقين وعمل الجوارح بما يحب الله ويرضاه جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة